يعني هذا السجال طيب لأنه متأخر يعني أظن أنه مصر افتقدت حيويتها في النقاش والحوار والجدل السياسي بل ألا تطرق آه ولذلك يجب نستغل الحكاية يعني عشان مش عشان يعني تدير حوار وإنما تستغل أو تعود ما فات لأنه كان ده يجب أن يعني يتم من وقت مبكر إنما إذا كان فاتنا فاللي فات فات خلاص إلا علينا أن نركز على المستقبل ونحن نستغل الحاجات الثلاثة دولة يعني كحقق شرط إلى أولا وثيقة أو ما يسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة ويقدر حولها حوار بإشراف رئيس الحكومة نمرأ اتنين المؤتمر الاقتصادي اللي هي عن عقد 23 اكتوبر نمرأ ثلاثة الحوار الوطني فعندك ثلاثة مصارات تقريبا مش بخدوط ثلاثة خدوط متوازية لابد أنهم ينتهوا إلى شيء لأنه أنا فكر كان الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق بحطل بسالة ونشرتها في مصر اليوم وكان بيقول حاجة جملة مهمة حتى نخلتها عنوان المقال إنه المؤتمر الاقتصادي اللي حينعقد يوم 23 ده ربما يكون الفرصة الأخيرة فعلا وذا عندك وزير كان إلى شهره الصفات في الحكومة وبالتالي هو عارف قطعا أكتر من اللي احنا نعرفه من بر الحكومة يقينا عارف بيانات ومعلومات أكثر الحاجة طبعا أكيد فلما يقول إنه في رسالة ونشرتها باسمه يعني مش سر إنه هذا الأولا هو قالك إنه المؤتمر ده هو من دعا إليه هو الرئيس وبالتالي إحنا علينا أن إحنا نتلقف أو نستقل لهذا الموضوع لأنه دعوة رئاسية إلى الحوار نمرأ اتنين إنه الرئيس قال إحنا عايزين نسمع بعض فمعناها أنك عايز تسمع ناس خارج الحكومة يعني مش مجرد خبراء اقتصاد خارج الحكومة أو خارج موالات الحكومة برضو آه طبعا نفس الصوت الحكومة بزبط يعني ما تقعدش تسمع نفسك آه إنما لابد أنك تسمع في هذا المؤتمر آه اللي هو هيبدأ من 23 إلى 25 أكتوبر آه تسمع ناس خارج آه إطار الحكومة أو آه تسمع منهم ما لا تسمعه داخل الحكومة وده آه هو حتى اقترح أسماء قال لك يعني لابد أن نسمع أسماء من أعلام الاقتصاد المصري خارج مصر وقال زي الدكتور محمود محيددين ومحمد العليان وقال أسماء أيضا داخل مصر ولكن كل ده على بعضه يعني يعني هو ركز على حاجات أعتقد أن رسالة هشام تفيق لابد أن الحكومة تكون أريدها كويس لأنه قال لك نحن مش عايزين مبارزات اقتصادي بين اليساري وبين المين يعني ده مش وقت مبارزات أو خناءات بين المدارس الاقتصادية وإنما هو وقت اقتراع يعني تشخيص المشكلة الاقتصادية ووضع حلول عملية لها تنفذها المجموعة الاقتصادية بإشراف السيد الرئيس يبقى الرئيس هو من يتابع تنفيذ ما انتهى إليه الحوار المؤتمر الاقتصادي فهذه بس هو مش من المنطقي يا سيد سليمان أنه ما تنتجه نقاشات استجازة ملكية الدولة يروح للمؤتمر الاقتصادي علشان يبقى جزء من متخلات اللي هتجناش في المؤتمر الاقتصادي أنه هما رسوا عليه في موضوع ملكية الدولة إبن ملكية الدولة يعني حاجز رئيسي في الاقتصاد دلوقتي ده 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 الأضية أعتقد الأضية الأم يعني لأنه من كم يوم كان فيه وفد من السسميرين الكويتيين في القاهرة برئاسة محمد السقر اللي هو رئيس غرفة الصناعة والتجارة في الكويت وقبله الرئيس وخرج قال تصريح يعني لابد أن برضو الحكومة يكون سمعته لأنه قال لك إحنا كمستثمرين كويتيين جايين جايين 40 أو 51 أنا مش جاي كمستثمر كويتي أبحث عن حوافص خاص ولا أنا عايز دعم استثنائي وإنما أنا عايز بيئة استثمارية مشجعة وعايز بيئة استثمارية شفافة وعايز بيئة استثمارية عادلة يعني حط ثلاث صفات للبيئة التي يبحث عنها هو طبعا أي مستثمر شفافة استثمار كويتي بس ودي موجودة؟ بيئة استثمارية مشفافة وعادلة مشفافة وعادلة ثلاث حاجات موجودة عندي؟ لو كانت موجودة ما كانش طلبها يعني فهو وكأنه بيقول هي مش موجودة إنما هي لو كانت موجودة ما كانش ألها ولذلك هو لابد أنك أنت أنت عندك وثيقة سياسة ملكية الدولة حولها حوار من شهور وعندك المؤتمر الاقتصاد اللي لسها ينعقل المفترض أنه قالوا الحوار حوالي سياسة ملكية الدولة ثلاث شهور وينتهي بهذا الأسبوع مفترض أنه انتهى والمفترض أنه حتى أنا حتى كتبت مرة مقاري أنه هذه أو وثيقة وليست متاهة لأنه الوثيقة لزي كده أنت عايز حاجات محددة جدا ما أنت عايز تتوهي الناس لابد أنك تحط حاجات عنوين مصيّرة ومبادئ زي المواد في الدستور يجي حاجات بعد كده تشرح أنها ما تمد مبادئ أساسية قصيرة ووطحة ومفهومة ومش محتاجة جهد في استيعاب إنما ما تحط ليش وثقة من 30 أو 40 صفحة يعني 30 أو 30 والحاجة كده فأظن أنه يعني بس المفروض أنها يعني قطع